موقع أنا السلافي يقدم لكم هذه المال ومنة وفضلا فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لغنا به طرفة عين عن فضله ورحمته ولا مطنع له في الفوت بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء وسلك أصحابه وأتباهه على أثر إلى جنات النعيم وعدل الرغيبون عن هدي إلى صلاة الجحيم في أهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وإن الله لسمي عليم فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرف نبيه ودع إليه وسلم سليما ثم أما بعد عباد الله في بداية هذا اللقاء الطيب المبارك أرحب بالإخوة الكرام الحضور أخواتي الكريمات الحضرات وأسأل الله تعالى أن يجزي خيرا من سعى في إتمام هذا اللقاء على هذا الوجه الطيب وأشكر أمانة حزب النور في الفلك وأن أتاح لنا هذه الفرصة الطيبة وأسأل الله تعالى أن يبارك فيه الفضور وأن يفتح بيننا بالخير وخير الفتح الإخوة طالبا نتكلم عن رمضان وطبعا هو رمضان يعني باقي شهر عشرة أيام تقريبا فرمضان هذا العام يعني لا خصوصية عن الأعوام السابقة لعدنا حرمنا في السنة الماضية بسبب كورونا من المساجد في رمضان ولكن هذا العام بحمد الله تعالى المساجد مفتوحة والترويح يعني سوف تقام في المساجد فدائما نحن نستشعر النعمة بعد أن نفخدها ما كناش مستشعرين المساجد نعمة فلما اتحرمنا من المسجد حسينا بنعمة المساجد لما قتحت لما اتحرمنا من خطبة الجمعة وصلاة الجمعة كان يوم السبت دي يوم الجمعة ودي يوم الحد في الصلاة الجمعة والجمعين من عياد المسلمين لما رجعت الجمعة فرحنا فهكذا الشرعي أن كله حكمة وكله خير فنسأل الله تعالى أن لا يحرمنا يعني خير ما عنده بشر ما عندنا يا من طلد غيبته عنه قد خربت أيام المصالحة يا من دامت قصارته قد أقبلت أيام التجارة الربحة من لم يربح في هذا الشهر ففي أي وقت يربح من لم يقرب فيه من مولاه فهو على بعده لا يبرح عباد الله سوف تفب على القلوب نفحة من نفحات نسيم القرب ويسعى سمصار المواعد للمهجرين في الصلح وتصل البشار المذنبين بالعفو والمنقطعين بالوصل والمستوجبين النار والعذق إذا سلسل الشيطان في شهر رمضان وخمدت نيران الشهوات بالصيام إن عزل سلطان الهوى وصلت الدولة لحاكم العقل بالعدل فلم يفق العاصي عذر يا غيوم الغفلة عن القلوب تخشعي يا شموث التقوى والإيمان طلعي يا صحائف أعمال الصائمين ارتفعي يا عيون المجتهدين لا تهجعي يا أقدام المتهجدين اسجدي لربك واركعي يا أرض الهوى ابلعي ما أكي ويا سماء النفوس أقلعي يا ذنوب التائبين لا ترجعي يا همم العارفين ارتعي يا قلوب المحبين بغير الله لا تقنعي قد مدت في شهر رمضان موائد الإنعام للصوام فما منكم إلا من دعي يا قومنا أجيب دعي الله فطوب لمن أجاب فأصاب ويل لمن صد عن الباب وما دعي السلف كانوا يعرفون يعني قدر رمضان وكانوا يدعون الله عز وجل ستة أشهر أن يبلغهم رمضان ثم يدعونه ستة أشهر أن يتقبله منهم وكان من دعاء بعضهم اللهم سلمني إلى رمضان وسلم إلي رمضان وتسلمه مني متقبلا فلأسأل الله تعالى أن يسلمنا إلى رمضان وأن يسلم إلينا رمضان وأن يتسلمه مننا متقبلا رمضان في الواقع له قصصيات كثيرة وله منافع جليلة نحن قد نتصور شيئا من هذه المنافع ولكن ما نتصور أنه هو بهذا القضب وهذه العظمة نتصور مثلا الركع في رمضان بركعتين في غير رمضان أو بخمس ركعات والتسبيحة بستسبيحتين ثلاثة ولكن يعني السلف يقولون يعني ركع في رمضان بألف ركعة مما سواه وتسبيحة في رمضان بألف تسبيح والله عز وجل الذي يحسبنا غني كريم يعني كما قال ليلة القدر الخير من ألف شهر ومش من ألف يوم من ألف شهر والصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة ربنا على جل فضل واسع الصيام يوم رمضان أفضل من صيام ألف يوم من مسوى أثار عن السلف رضي الله عنهم على فضل رمضان رمضان له لوخ الصيات وفرص لأشياء كثيرة يعني أول هذه الفرص أنه فرصة لتكثير الحسنات أنك تعالي الرصيد عند الله عز وجل لكثرة العبادات التي شرعت في رمضان وانتشغال المسلمين بالطاعة والعبادة في رمضان رمضان أيضا فرصة لمغفرة الزنوب طوال السنة بنشيل على ظهرنا زنوبا وأوزارا سيأتي رمضان نخط هذه زنوب الأوزار لكثرة أسباب المغفرة في رمضان فمن صامه إيمان واحتسابا إيمان يعني بحق فرضياته واحتسابا أي للأجل عند الله يعني عز وجل غير مستثقين لصيامه ولا مستطيل لأيامه غفر لهم أتقدم الزنوب بمطاف صيام بس عبادة واحدة سأل المغفر ومن قام رمضان إيمان واحتسابا غفر لهم أتقدم الزنوب لتنفص ومن قام ليلة القدر إيمان واحتسابا غفر لهم أتقدم الزنوب ولذلك كان جبريل لما قال لنفس السلام رغم أنف الرجل دخل عليه رمضان ثم انسلقا ولم يغفر لا قل آمين قال فقلت آمين للكثرة أسباب المغفرة في رمضان فإحنا في شهر رمضان بنحط الأوزار التي أسقلت ظهورنا ليس في العام وحده بل في العمر كله إنسان لا يوفق لعبادة من هذه العبادات التي أشار إليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فتغفر له كل يزنوب السلف فطبعا يعني ما يدريك أنك تدرك رمضان آخر وكم من الناس كانوا معنا في الأعوام السابقة وهم الآن تحت أطراق السرع خاصة مع أباء كورونا وكثير من الأحباب رحلوا ليس كبال السن في حسب ولكن شباب وفي عمر الظهور يعني رحلوا من هذه الدنيا فما يدينا إذا بلغنا رمضان هذا العام أن يكون لنا فرصة أخرى أن ندرك موسم آخر من مواسم المغفرة فأول شيء من أهمية رمضان هو فرصة تكثير الحسنات كالترسيد الفرصة الثانية أنه فرصة للمغفرة كثرة أسباب المغفرة والأمر الثالث يعني رمضان يعني هو يعني فرصة لأن ترتفع رفع نوعية من الإيمان إلى التقوى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا كُتِبْ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبْ عَلَذِيَا مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ يعني تصلون بالصيام إلى تقوى الله فإن قال قال لماذا يعني كان الصيام له خصوصية بالوصول إلى التقوى ما كل الإبادات توصل إلى التقوى لقول عز وجل يَا أَيُّهَا الْنَاسِ أَعْبُدُوا رَبَّكُمْ لَذِي خَلَقَكُمْ لَذِي مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ فالغاية التقوى والوظيفة إلى عبادة فالصلاة وصل إلى التقوى والصيام والحج والعمرة والذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن قالوا أن الصيام له خصوصية يعني في الوصول إلى التقوى لأن تعريف التقوى هو تعريف الصيام يعني قالوا في تعريف التقوى أن تترك ما تهوى لما تخشى ما تهوى من الطعام والشراب والشهوى لما تخشى من عقوبة الله عز وجل والصيام كما أعرفه الحافظ من حجر هو ترك الطعام والشراب والشهوى من الفجر إلى غروف الشمس الأمر الثاني أن الصائم يدرب على المراقبة الصيام يدرب على المراقبة ولولا أن الصائم يعلم بأن الله عز وجل يراه ويطلع على سر أمره وعلى نيته لنتهك حرمة الصيام الصيام يدرب على التقوى لأن التقوى هي علم القلب بقرب الرب التقوى أنك تستشعر هذا القرب أن الله عز وجل قريب منك مطلع عليك والصيام يتكون من أعمال يستخفى بتناولها عادة من الطعام والشراب والنكاح فهذه الأشياء لا تظهر ونية باطنة يعني لا يطلع عليه أحد إلا الله عز وجل فلذلك كان الصيام يعني سرا بين العبد وبين ربه ولذلك تكفل الله عز وجل بثواب الصيام في أعمال الله عز وجل تكفل بها منها فمن عفى وأصلح فأجره على فأنت ترغب أن تأخذ أجر هذه المظلمة فأنت تخاف يعني أن تعف عنه حتى لا تأخذ من حسنات يوم القيامة ولكن لما تعرف أن من عفى وأصلح فأجره على الله أن ربنا عز وجل مش هديك بس الحسنات التي هي مقابل المظلمة التي بينك وينه ولكن لما يقول الجيزة دي عندي والجزاء دي عندي والله عز وجل ملك الملوك وملك الملوك فإذا قال أجره على الله يبقى الأجر عظيم جدا ليس يساوي المظلمة التي سوف تأخذ مقابلها من أخيك الذي ظلمك كذلك كل عمل ابن آدم له في بعض الرؤية الحديث الحسنة بعشر أمثلها تسعير معين كل حسنة بعشر أمثلها إلى سبع ماء الضعف قال الله تعالى إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزبه فدي الحاجة الثانية التي أضفها الله عز وجل إلى نفسه وأجرها على الله ويبقى ما فيش تسعير محددة للصيام في سائر العبادات الحاجة الثالثة هي إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب دول ثلاث حاجات يعني أجرهم على الله من عفى وأصلح في أجره على الله والصيام إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصبر إنما يوفى الصبرون أجرهم بغير حساب فنقول إن الصيام سر بين العبد وبين ربه وهو يعني أكثر العبادات توصل إلى تقوى الله عز وجل أنك تتدرب على المرخبة يعني وإذاك لا تستطيع أن تحكم على شخص أنه صائم لأنه قد يخلق لو للحظات فإنتهيك فرمة الصيام طوبى لمن ترك شهوة حاضرة لموعد غيب لم يره من صام في الدنيا عن شهواته أدركه غدا بعد وفاته ومن تعجل ما حرم عليه من لذاته وقب بحرمانه في الآخرة وفواته أنت في دار شتات فتأهب لشتاتك واجعل الدنيا كيوم صمته عن شهواتك واجعل فطر عند الله في يوم وفاتك الصائمون على طبقتين منهم من يصوم عن طعام الشرب والشهوة يرجو بذلك ما عند الله عز وجل من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآد أكلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالي قينزت في الصائمين فالصائم له ما شاء الله من الطعام والشهوة والشراب والحور لين يعني في الجنة جزاء الصيام ومن صام عما سوى الله فعيده يوم لقاء أهل الخصوص من الصوام صومهم صون اللسان عن المهجان والكذب والعارفون وأهل الأنس صومهم صون القلوب عن الأغيار والحجب الصيام ليس مجرد ترك الطعام والشراب والشهوة فحسب أهوان الصيام ترك الشراب والطعام ولكن الله جل يدرمنا بترك الأشياء التي لا نستغني عنها والتي نحتاجها والتي أبيحت في غير نهار رمضان على ترك كل المعاصي فإذا حرم الطعام والشراب في نهار رمضان سب الأولى قول الزور وشاهدة الزور من لم يدع قول الزور والعمل به فهذا لم يثمر الصيام يعني فيه ثمرته وصيامه يعني غير يعني مقبول فليس إلاه حاجة في أن يدع طعامه وشرابه كذلك الذي يصنع طعامه وشرابه مستمر على إطلاق البصر والغيبة والنميمة وأكل الحرام وأخذ الرشا فنقول هذا لم يفه من مقصود من الصيام ولم يثمر الصيام فيه ثمرته بل الصيام بيقوّن نفس المطمئنة عن نفس الأمارة بالسوء والإنسان بيتدرب يعني بالصيام على ترك معصية الله عز وجل ذلك بعض الإخوانة اللي بيشتغلوا بالنت لأنه مثلا ماسك صفحة لأحد المشايخ أو بيحتاج النت في الأعمال التجارية أو إعلامية مثلا بيقوله في رمضان بنقفل النت لأنه ما يمنش أن يرى صورة مثلا فاضحة ولا يستطيع أن يغد نصره فنقول إن الإنسان في رمضان بيتدرب يعني على ترك المعص يعني إذا صارت المعصية يعني عادة فين بغي أن تصير طاعة عادة إن الإنسان يدوم فترة شهر كامل على غض البصر وعلى إمساك العسان وعلى الاستقامة على طاعة الله عز وجل لعله يعني بعض رمضان يكون قد تخلص يعني من هذه العادات السيئة واذاك يقولون يعني من علامتي أن من غلق في الذنوب ألا ينشرح يعني قلبه لأصيام النهار وقيام الليل واحد يعد عليه اليوم والاثنين والثلاثة والسبوع والسبوعين ما يصومش ولا يوم ويتعد عليه الليل والاثنين والشهر ما يقومش الليل فدي أعلامة أنه يعني غلق يعني من غلق في الذنوب يعني الليل ينشرح صدقه بقيام الليل وصيام النهار فنقول إن رمضان يعني فرصة للوصول إلى تقوى الله يعني عز وجل رمضان أيضا يعني فرصة لتلات حاجات مش كده إنه فرصة لتكثير حسنات رمضان يعني فرصة لإيه التانية أولاقية رمضان يعني فرصة للارتفاع من الفرصة المغفرة لكافة أتباع المغفرة في رمضان رمضان يعني أيضا يعني فرصة للضفع النوعية من الإيمان إلى التقوى اللي هي على الدرجات رمضان أيضا يعني فرصة لتوثيق العلاقة بالقرآن كثير من المسلمين بيهجوا القرآن طوال السنة ولا يعني يقرأ في القرآن إلا في رمضان أو لا يقتن القرآن إلا في رمضان فطبعا شهر رمضان هو شهر القرآن شهر رمضان الذي منزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من هدى والفرقان فشهر رمضان هو شهر القرآن ومش معنى كده أن نحن نعجل القرآن في غير رمضان لا معنى كده أن نحن يزداد اهتمامنا بالقرآن في رمضان حتى الإمام مالك كان يدخل رمضان ترك الحديث ومجلسة أهل الليل وأقبل على قراءة القرآن من المصر وكان السيدة يشتقل إنما هو إطعام الطعام وتلوة القرآن أن كل وقت له عبادة معين وإذا حيث ابن عباس المشهور كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقى جبريل فيدرسه القرآن وكان جبريل يلقى كل ليلة في رمضان فيدرسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقى جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة فبيقول فيه سببين لزيادة الجود نفس السلام أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان منها دراسة القرآن ومنها مجلسة الصلاحين كان يجالس جبريل عليه السلام فمجلسة أهل الصلاح تورد في القلب الصلاح فنقول أن القرآن يعني أن رمضان فرصة لله وبعض الرماء رخص في أن يختم القرآن في رمضان في أقل من ثلاث يعني وطبعا في غير رمضان لا يختم في أقل من ثلاث ويختمه في الشعر ويختمه مثلا في الأسبوع ولكن لا يختمه في أقل من ثلاث ولكن قالوا في رمضان يجوز أن يختم القرآن في أقل من ثلاث لأن هذا شهر يعني مخصوص وشهر الإيم قرآن فينبغي الإنسان يعني يزداد يعني يزداد يعني ارتباطه بالقرآن في رمضان يكون المصحف وشغله الشهر يحط كده بديه وشهد إذا أود أن يختم الموبايل يعني أن شتان بين موبايل وقرآن وفهوض يكون أكثر اهتماما واحتراما فكلما وجد فرصة بيخرى بحيث أنه يختم على قد ميدر ثلاث مرات أربع مرات عشر مرات هو يختم ختمات كثيرة يعني في غير الترويح يعني ختمات القرآن ينبغي أن تكثر فيه رمضان كما كان من هدي السلف رضي الله عنهم كانوا يتكون الحديث ومجلسة أهل علم ويقبلون على خراءة القرآن من المصحف فرمضان فرصة التوثيق لعلاقة بالقرآن شهر المراجعة النبي صلى الله عليه وسلم كان يجبني القرآن فشهر المراجعة وشهر التلاوة وشهر القيام بالقرآن وشهر العمل بالقرآن رمضان يعني أيضا شهر الوصول إلى الدرجات كما تشوف أسباب الدرجات النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها قول لمن هي يا رسول الله قال لمن أطعم الطعام وأطاب الكلام وصلى بالليل والناس نيام دي غرف يعني العالية اللي في الجنة اللي الأعلى الدرجات لمن يعني اهتموا بهذه العبادات الثلاثة أطعم الطعام وطبعا شهر رمضان وشهر طعام الطعام وأطاب الكلام وصلى بالليل والناس نيام تعود في رمضان لا يتكلم إلى كلام طيب حتى لو سبه أحد أو قاتله ما لا يسبه ولا يقاتله مع أنه جزاء سياسيات ومسواة ولكن يعني في رمضان لا خطوصية لأن الصائم يتخلق بأخلاق المحسنين فإن سبه أحد أو قاتله يقول إني صائم إني صائم لا يوجد بأس لو كان في الفريضة يعني يقول بلساني إني صائم ليكف نفسه عن خصمه ويكف خصمه عنه في غير الفريضة يعني يقول في نفسي إني صائم إني صائم كان صائم يمتطوع في غير رمضان زي زكاة المال الواجبة يعني قالوا الأفضل أن تشهر فلان بيطلع زكاة ماله الآن دي شعيرة من شعار الإسلام ينبغي أن تعلن ويعرف الناس حيث أنه لا يقلل زكاة المال يعلم بنذكره بهذه العبادة وهذه الفريضة ولكن لو بيتصدق بصدقة يعني من باب النوافل فمن السبع الذين يظلهم الله عز جل بظله يوم أن أظل إن أظله رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه والحديث أتى مقلوبا في صائم وسلم حتى لا تعلم يمينه وتنفق شماله طبعا الإنفاق والأعطاء والآخذ يكون باليمين فالصحيح حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه يعني بيخفي العمل يعني يبالغ في إخفائه وذلك ضرب مثل بهذا الأمر حتى تعلم شماله وتنفق يمينه فشهر رمضان هو شهر الدرجات شهر الوصول إلى الدرجات طعام الطعام شاء السلام أو صيف الكلام والصلاة بالليل والناس نعم شهر رمضان أيضا فرصة لأن نترك العادات القبيحة يلا واحد مدخن مثلا بيعد شهر كامل ما يدخنش في رمضان فيمكن أن يترك هذه العادة من اعتاد يعني إطلاق البصر فيمسك بصره في رمضان يعني حتى وعض المتبرقات بيقوا في رمضان يعني يتسطرن يعني وإذا طبعا فعل حسن احترام للشهر وإن كان واجب عليهم الحجاب يعني في كل وقت وفي كل مكان ولكن يعني كنوا من هم يعني يتبجحون بهذه المعصية يعني في رمضان يعني حفاظا على العبادات وعلى الطعاة وحفاظا على المسلمين حتى لا يضع أحد فيحمل ذنبا ويتحمل أيضا ذنبا فنقول إن شهر رمضان هو شهر التدرب على ترك المعاصي خاصة التي صارت يعني عادة والله عز وجل يعني جعل يعني هذا الشهر تدريب على الطعاة وترك المعاصية ولذلك يعني ورد في الصحيحين إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وصفضت الشياطين ونادى منادن يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر يعني فشهر رمضان هي يعني تفتح أبواب الجنة يعني لاستقبال الطائعين وصعود الأعمال الصلاحة إلى الله عز وجل في رواية في صحيح المسلم فتحت أبواب السماء في رواية أخرى في صحيح المسلم فتحت أبواب الرحم وطبعا ما فيش منافى يعني بين الجامع واجب مهما أمكن ما ينفيش فتح أبواب الجنة فتح أبواب الرحمة فتح أبواب السماء فنقول شهر رمضان أيضا يعني هو يعني شهر يعني تصفد فيه الشياطين شياطين الجن فالإنسان باقي يقدر على شيطان نفسي أو شياطين الإنس ويشتعد في العبادات يعني فيه يعني شهر رمضان فالشهر رمضان أيضا مما يعني يميزه أنه شهر إجابة الدعاء ولذلك يعني آية الدعاء أثت في وسط آيات الصيام في صورة البقرة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدعي إذا دعان وقال أجيب دعوة الطائع ولا قال المعتمر ولا قال الذي في المسجد ولكن قال أجيب دعوة الدعي أي دعي إذا دعان إذا ما أفشرتش أي شروط أخرى فعلى ما على الاستجابة في رمضان الله عز وجل طبعا إيه أما يجيب مضطر إذا دعاه وخاربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستجبون عن عباداتي سيتقون الجهنم وداخلين ولكن يعني شهر رمضان هو شهر إجابة الدعاء فالعباد يستجبون لله عز وجل في رمضان بالصلاة والصيام والحج والعمرة وغير ذلك من الطاعات والعبادات والعمرة وغير ذلك من الطاعات والعبادات فهم على أمل أن يستجيبوا الله عز وجل لهم فليستجيبوا لهم هذا الشرط الذي شرطه أو الذي جعله من أسباب قول الدعاء استجابة لله عز وجل والإيمان واليؤمن المبينة علىهم يرشدهم فنبقل إن شهر رمضان أيضا يعني شهر الدعاء شهر رمضان شهر التوبة لأن إذا صفدت الشياطين في رمضان إذا متحد أبواب الرحمة في رمضان أو أبواب الجنة أو أبواب السماء فكثير من الملتزمين كان بدايتهم في رمضان أنه صلى الترويح مثلا أو كان ترك للصلاة ولما صام لأن أكثر ناس يهتمون بالصيام أكثر من الصلاة في بلادنا في بلاد أخرى يعني لا يهتمون لا بالصلاة ولا بالصيام يعني أخي بيحكي لي كان في العراق يقول أنه هو الوحيد في البلد اللي صايم وكان يجيله الأكل من المجلس المدينة يجيله الإفطار من المجلس المدينة وهو الوحيد اللي صايم في البلد وكانت محلات الأكل مفتوحة عادي خلص ناس تدخل تأكل فيها ولذلك البلاء لما قالهم بيجي للبلاد اللي هي أبعد عن الإشارة فنسو الله العافية فنقول أن شهر رمضان يعني شهر التوبة واستجابة لله عز وجل شهر وجوع إلى الله عز وجل يباغي الخير أقبل يباغي الشر أقصر ستجدون أهل الخير أكثر خيرا في رمضان وأهل الشر أقل شرا في رمضان من كثير من العصاب يكفوا عن الشر أو يقل شرهم يعني في رمضان فشهر رمضان أيضا هو شهر التوبة شهر رمضان يعني هو شهر العمرة والنبي صلى الله عليه وسلم قال عمره في رمضان تعجل حجة وفي روية الأخرى كحجة معي وفي رمضان يعني في رمضان تعجل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي رمضان تعجل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغاني فكأنهم تقاصر عمر أمتهم فلغم السابقة كانت يعني ألف سنة ألف وخمسونة سنة نوح عليه السلام مكث يعني ألف سنة إلا خمسين عاما وفي شهر نحن لايدا إذا كنت تعني يا weird ma'am قال إن الذي كان ليس لها وفي بعض الأثير الإسرائيلية ون��ونا لن يفعل ذلك معال الأشياء خطيرنا إنهم نؤذح ولو كان يرغ Irak ما ينفي وهو حادث ولو أتى في الإسرائيليات يعني ما ليس فيه شرعينا ما يؤيد ولا ما يرده فتجوز روايته ولا نصدق ولا نكاذب فبيروى أن نوح عليه السلام مر على امرأة تبكي فسألها عن سبب بكائها فقالت ما تصبي لي فقال لها كما عمره قالت أربعمائة سنة أي الصغير أربعمائة سنة فقال لها إنه ناس تأتي عن أمة أعمارها بين الستين والسبعين وأقلهم من يجوز ذلك فقالت لو كنت في هذه الأمة لجعلتها سجدا مدام عمرهم بألف سنة يبقى يقول له ستين سنة سعين سنة في بعض الإسرائيليات التي كما قلنا لا تصدق ولا تكردم فنبي صلى الله عليه وسلم لما أري أعمار الأمم قبله أشفق على أمتي ألا تذلك مع قصر أعمرها ما أدركت في الأمم السابقة مع طول أعمارها فأعطاه الله عز وجل ليلة القدر خير من ألف شهر لأنت عندك فرصة كل سنة لو اجتهدت في ليلة القدر لبتنال أجر أكثر من ثلاثة وثمانين سنة قال خير ولا يعلم مقدار هذه الخيرية إلا الله عز وجل ممكن خير بألف مرة من ألف شهر فالله عز وجل يجعل لنا أعمال وأزلنا وأمكنه يضاعف فيها الحسنات صلاة في مكة مئة ألف صلاة أكثر من خمسة وخمسين سنة صلاة فلو فقت الصلاة واحد الظهر أو العص مثلا في الحرم بتأخذ أجز كأنك خمسة وخمسين سنة بتصلي شوف كم يضاف إلى عمرك لو فقت إلى عمر أو إلى حج أو منازمة في الحرم وكذلك لو تحريت ليلة القدو الباكية الوحد يوم القيامة يعني عمره بسا سبعة ناف سنة ثمان تلاف سنة وفي واحد عمره غير معاش يعني ستين سنة وخمسين سنة فالعاقل هو الذي ينتهز يعني هذه الفرص يعني بحيث أنه يكثر الحسنات فدي من فضل الله عز وجل على يعني هذه الأمم كان الشيخ الشعراء صراحة لفتة طيبة جدا يعني كان يتكلم على حكم اللعان في القرآن والذين يرغون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم وشهادة وحديهم أربع شهادات بالله ناولا من الصادقين يحلف أربع مرات إنه صادق والخامسة أن لعنة الله علي إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها الأعذاب يعني هو لو حلف تستوجب الحد يدرأ عنها الأعذاب وهو أعذاب الحد أن تشهد أربع شهادات من الله إنه أولا من الكاذبين والخامسة القاضي أو الحاكم أفه أولا أحرف إن أغضى الله عليك إن كان من الإن الصادقين بعد ذلك قال وَلَوْ لَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُمْ وَأَنْ اللَّهَ إِيهَا تَوَّابٌ حَكِيمٌ يقول إن هذا الشرع من فضل الله جل أنهى الأمور على أحسن ما تنهى عنه لأنه لو رماها مثلاً من الزنة وهي مثلاً لو كان شهود طبعاً من الرجل لا يحتمل ذلك الشهود على إمارة بيتزن الأمر الثاني هو لو رماها وإيا ما تكلمتش مثلاً وياتبت عليها مقرد اليمينات بتاعته هتبقى بالنسبة له ونحن نبقى بالنسبة له ولكن جعل لها محفل خيائين تشهد أربعة شهدات من الله نوع من الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من صديق في الكل أنهى الأمور على خير ما تنهى عنه فكذا الحكم يفرق بينهم ويقول أوراكم إلى الله فهو بالنسبة له أصدر له وبالنسبة له أصدر له ولو لا فضل الله عليكم ورحمتكم وأن الله تواب وحكيم كانوا يفتح لها باب التوبة لأنه يفتح لها باب التوبة ويقول الشراء كل حكم أنهى الأمور على خير ما تنهى عنه بنسأى الرجل من المرأة وفتح لمرأة من التوبة ومبين أن هذا التشتير الحكيم وفضل الله عليكم ورحمتكم وأن الله تواب وحكيم فهكذا الشراء كله ورحمت لأن الإنسان المتبع للشراء يعيش في حياة طيبة ينقلب منه إلى سعادة عزيزية وصرمالية في جنة الله يعني عز وجمع فنقول أن يعني كل مصالح عندك شخص كامل يوصر تدريب وعسكر تدريب أشغل بالعبادات بالنهار وفوالليل وفي كل وقت وين الله واللي مش متعود يقوم قبل الفجر عنده فرصة ويقوم ويضع الله في هذا الوقت قبل الفاجر وليس متعود على الصلاة في المسجد كثير من الناس يعتدون على الصلاة في المسجد في بردان فالشهر كله رحمات فكله فضل من الله من عز وجل فإننا ننبه للشرف الشهر قبل دخول الشهر فتطلقوا أن تحبوا أن تجاروا وتطلقوا وقد بعد المزار وتبكي بعضا لهم اشتياقا وتسألوا في المنازل أين صاروا فرتسوا عليهم وهم خضوروا وترجوا أن تخبرك الديار فنفسك لم ولا تلم المطايا ومتكمدا فليس لك اعتبار ومتعرف قدر الزيب جاي ولم تنعرف قدره فلا تقوم بحقه بعد ذلك يقول لك هذا كان ميزوك هذا هو عمر بن خطوم أو عبيدة بن الجرح ستقول لي أنني أعرفت أبناه لكي أقوم بحقه فكذلك معرفة قدر شهر رمضان وتجعلنا نحسن استقباله ونجتهد في الطعام بطبعا نحن باقي شهر مشفوية على رمضان ويعني شهر أجب من أشهر الحرم لا يوجد أدلة على فضل سيوم لا يوجد أن أشهر الحرم أصبت من الحرم أفطر لكن بعد ذلك شهر شعبان كان أكثر شهر يصوب بعد رمضان هو شهر شعبان يقول شهر شعبان زي السنة القبلية يعني سبريعة قبل الظهر سنة قبلية قال تعيئة القلب للفريضة قبل أن تتجهز على الملك قبل أن تتجهز على الملك والسيام شدت من شوال مثل السنة القادية سنة القادية يجهر النقص وكذلك سيام شدت من شوال يجهر النقص والخال الذي قد يكون في شهر رمضان طبعاً لو دخل علينا رمضان ونحن غافلون والإنسان يستعد قلبه فلا يأتي معه قلبه إلا في نهاية الشهر أو في بعد منتصف الشهر يبقى فاته نصف الشهر أو فاته موضوع الشهر حتى لا نقلبه حتى استشعر حلوة القرآن ولكن أما تكون مستعد لدخول الشهر فلا يستعد لذلك إلا إذا كانت تنشغل من الصيام لا يكون معنا الأيام من رمضان فإلا أتصح أن تصمتها إلا في شعبان ونحن نتصمتها تطوعاً وزوض حضرة إلا بإزن فلا يکثار من الصيام في شهر شعبان فلا يتعاون على اخليس قبل رمضان يفصل بين الفطر و الصيام بحيث أنه يفتر في آخر شعبان بحيث أنه يميز أيام الفطر و أيام الصيام فعلينا أن نستعد رمضان لكافة الصيام إذا تصورنا أن رمضان هذا ضيف و ضيف كريم جداً و بيأي يزورنا كل سنة و جايب لنا هدايا كثيرة جداً و نريد أن نحتفل به و جمعنا نفسنا عملنا شادر و ليس سأكتب عليه حزب النور طبعاً سأكتب عليه مرحباً ما هي شهر رمضان فعشان نحي هذا الضيف سأخطره يفض مثلاً نقول شهر رمضان شهر الصيام وهذا ما يميز رمضان و الصيام شهر رمضان شهر القيام و شهر التراويح يعني شرع الاجتماع في المسجد للتراويح في رمضان يعني والناس لا تكتمعش على قيام الليل في رمضان في سائر السنة إلا إذا كانوا أولين انتفاقاً و بعد درس أو كانوا يفطروا في المسجد يعني ما هي بمعش الناس القيام ولكن في رمضان يعني فيها دللا نفس السلام صلى ليلة صلى بصلاة الناس في المسجد و اليوم الثاني صلى و كاتر الناس اليوم الثالث نضاق المسجد بأهله والناس اللي معرفيتش عرفت قال اليوم الرابع المسجد المتلأ و لم يخرج إليه من السلام واعتضر لهم بعصلاة الفاجز قال لم يخف علي مكانكم و لكن خشي أن نفعل عليكم و لكن خشي أن نفعل عليكم قرار الحجر حنفات و قد استشكيلت هذه الخشية مع قوله أمنا خمسون و أمنا خمسون يعني الصلاوات المفروضة خمس في العامل و خمسون في الأجر و حديث دمر بن سعرابل و هو في الصيحة أيضا قال هل علي غيراء قال لا إنا تطوع و أجاب بأجبونا فقال إن نفس السلام يعني خشي أن يفرض على الناس يعني قيام رمضان فلا يعرض هذا أن الصلاوات الخمس المفروضة طوال السنة و هذا شهر بس زادت هذه الصلاوات الترويح في المساجد و الجواب الثاني و ذكر كبه كثيرة ولكن دول أرجح جوابين ورجحوا الجواب الثاني قال إنه خشي أن يفرض على الناس يعني قيام رمضان في المساجد وذلك قال فصلوا أيها الناس في بيوتوب و بعد صل البيت ولكن طبعا الزمن كان زمن تشريعا فلما زالت هذه الخشية و انتهى زمن التشريع ومر عمر رضي الله عنه على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم و جمعهم على أبي بن كعب فكان أبي بن كعب والتهميم الداري يتناوبان القيام بالصحابة في أو بالمسلمين في الدولة العمارية ومر على المسجد والصلاة وقال نعمة البدعة هذه و التي أنه منعنا أفضل و بعضنا نستمسك بهذا الكلام وقال هذه البدعة و بعضهم قال التنفيح في المساجد ليست من السنة وهذا جاهل لأن الصحابة أجمعوا على صحة فعل عمر وعلينا أبي الطالب عندما مر بالمسجد في رمضان بعد وفاة عمر قال نور الله قبر عمر كما نور مساجد المسلمين في رمضان و حصل إجماع والإجماع حج شرائي وأيضا النبي صلى غير الليلة ورغب في قيام الليل في رمضان ولكن لم يستمر للخشة المذكورة أنه زمن تشريع وخش أن يفرض على الناس قيام رمضان في المساجد أو يكون المسجد شرط للصحة القيام فلا يجوز له أن يصلي الترويح في بيته سنقول أن ما يميز المضان أيضا هو شهر الترويح شهر الاجتماع على العبادة والطعام نسان يسفلوا عليهم أن يصلي في المسجد مثلا في اليوم أو بجزئين ولكن أكثر الناس يسفلوا عليهم أن يصلي الواحدة في البيت بجزء أو بجزئين وأن كان أهل القرآن وعلي العبادة والطعام يعني يخف عليهم ذلك فهو أنصلى مع إمامي حتى يفرغ كتب له قيام ليلة فبننصح بالصلاة في المسجد يعني حتى لو صلى خفيفا وما تنصرفش حتى ينصرف الإمام وأنا رئيس كتب له نفس الشيخ العتيمين أما كان في الحرم كانوا يبترون مرتين يعني في التربيح الأولى وفي التهجد وأفتهم الشيخ النباس قال لا يبترون في ليلة فصاروا لا يبترون في التربيح الأولى في الحرم فكان بعد أن يسلم الإمام كان يشفع هذا البتر يقوم يأتي بركعة زيدي فأنت صلي مع الإمام يعني حتى يفرغ ويصلي 11 ركعة مثلا إنت خليهم 12 ركعة وإنت همتك أعلى من همة الناس في المسجد بيرعى فيها في المسجد الضعفاء والصغر فأنت أكمل في البيت يعني أعمل لك وقت تاني مثلا قبل الفجر يكمل تأجد أو في مسجد تاني يصلي تأجد صلي مرة ثانية ولكن إضمن قيام الليلة يعني مع التربيح الأولى ولو وفقت المسجد آخر أو وفقت أنك صلي في بيتك صلاة أطول فيكون إيه يعني أفضل حتى تدخل في الحديث من قام ربضان إيمانا واحتسابا غفر له تنتبه من أول ليلة وتحرص على كل أتمام المغفرة لأن إيه لو فتك سبب ما يفتكش السبب الآخر لو فتك الصيام يعني ما صنتش الصيام كما ينبغي ووقعت في معاصي وكده فلم يكن إيمانا كاملا محتسابا كاملا يبقى أنت مرضو صليت قمت رمضان إيمانا واحتسابا تتحرر ليلة القد تتحرر في بيتك أو لم يكن في المساجد يعني أعتكافات يعني فأحرص يعني في العشر الأواخر يعني على تحرر ليلة القدر فرمضان كل خير كل بركة ومن فضل الله عز وجل على العبد أن يوفق للزمان الشريف أو للمكان الشريف وأن يعانى على طاعة الله عز وجل أن يقدر يصلي ويقدر يصوم ويقدر يتصدق ويقدر يطعم الطعام ناس الله تعالى أن يبلغنا رمضان وأن يسلمنا إلى رمضان وأن يسلموا منا متقبلة أقول قولي هذا أستغفر الله عليكم لكم وصلى الله وسلم وبركاته محمد وعلى أهل وصحبه السلام